الأمر الثاني خطورة تعدد الجماعات نحن لسنا مع المبدأ الذي يقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بمعنى يعني كما يقولون عندنا العوام خلي الدرعة ترعى يشترك معك الرافض والصوف والبعيد والقريب والسلفي وغير السلفي والباطني والقاديان وغير وغير أذكر بهذه المناسبة مثالا ضربه شيخنا الشيخ محمد بن أمان محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله وقد شرفت بمرافقته في التوعية أكثر من ثلاثين سنة من سنة خمسة وتسعين إلى سنة ألف واربعمائة وخمسطعش حوالي عفوا عشرين سنة رحمة الله عليه محاضرة ألقاها في الجامعة الإسلامية بعنوان الحكم على الشيء فرع عن تصوره وهي رد على كلمة لإسماعيل الشطي زعيم الإخوان المفلسطين في الكويت أنا ذاك عندما قال من الذي قال لكم إن لله يدن؟ من الذي قال لكم؟ إن لله يدن؟ وأنا أسألكم من الذي قال إن لله يدين؟ أليس هو الله سبحانه؟ ورسوله صلى الله عليه وسلم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لما خلقت بيدي إلى آخر الآيات والأحديث الوارد في هذا الباب فرد عليه الشيخنا رحمة الله عليه وفي آخر المحاضرة ضرب مثالا عجيبا هو قريب من مثال ضربه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى لما قال طريقة الجماعات كثل وجمع ثم يعني ربي ولكن مبدأ أهل السنة والجماعة صفي ونقي ثم ماذا؟ ثم ربي هذا هو ضرب مثالا عجيبا بقى في نهاية المحاضرة لكن ألفت نظركم إلى شيء أنه لما ذكر إسماعيل الشط بالإسم نهض ثلثاء من في صالة الجامعة الإسلامية من الإخوانجية هربوا وخرجوا كالذي كالشيطان إذا سمع الأذان هرب وله ضراب هنا قال إني أشبه الذين يرون تعدد الجماعات أو يجمعون أو يكتلون برجلين أحدهما بنى مسجدا وقال أيها الناس لقد بنيت لكم مسجدا فهلما إلى الصلاة فيه ولكن لا يدخلنه أحد إلا بعد أن يكون مؤمنا صالحا متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر الآخر بنى مسجدا وقال أيها الناس لقد بنيت لكم مسجدا فهلما إلى الصلاة فيه وليحضر المعتزلي والأشعري والرافضي والباطني وكذا 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 والحائض والنفساء والمتطهر وغير المتطهر فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون أكتفي بهذا في بيان خطورة تعدد الجماعات وأنه يؤدي للفرقة وسنبينه في ضوء الأدلة بعد لحظات إن شاء الله تعالى اشتركوا في القناة